والأيام المعدودات كما يقول ابن عباس وجماهير المفسرين أنها هي أيام التشريق وكما أن الأيام المعلومات هي أيام عشر ذو الحجة التي قال الله تعالى فيها ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات فالأيام المعلومات هي أيام عشر ذو الحجة والأيام المعدودات هي أيام التشريق لذلك فإن الحاج يكثر من ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل ويخلو بنفسه بقراءة القرآن والدعاء والإلحاح على الله ويبتعد عن أمور الدنيا من القيل والقال وأيضا يجتنب المحرمات القولية والبدنية يجتنب الغيبة ويجتنب الكذب لأن الله تعالى قال في القرآن فمن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أي أراد الحج فلا رفثة ولا فسوقة ولا جدالة في الحج تأمل يا عبد الرزاق كيف ذكر الله تعالى أنهي ثلاث مرات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة في الحج كرر النهي هنا لخطورة الأمر العظيم لأن الإنسان متلبس بعبادة لا يليق به لا يليق به في كل الأوقات أن يرتكب شيئا محرما فكيف بهذه العبادة العظيمة التي تتجلى فيها رحمة الله جل وعلا وتلهج فيها الألسنة بالذكر والتسبيح والتهليل واذكر الله في أي أكثر من ذكر الله الحاج يكثر من ذكر الله من قول لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله الحمد يسبح ويحمد الله ويشكره ويحافظ على الصلوات في أوقاتها ويكثر من قراءة القرآن ويكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله تعالى نورا للعباد يهتدون بهديه ويسيرون على سنته وهو القائل جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أكثر من ذكر الله في هذا اليوم الحجاج وغير الحجاج لكن التكبير في يوم العيد لغير الحاج ينقطع وهو ما يسمى بالتكبير المطلق الذي كان في أيام العشر فيبدأ التكبير المقيد الذي هو عقب الصلوات المكتوبة فيكبر الإنسان غير الحاج يكبر ربه بعد كل صلاة